اشتركوا في القناة اذكر حضراتكم الاسبوع الماضي واحنا في لقاء مع كان عدد كبار من كبار رؤساء التحرير ورجال الاعلام وكنا بنتكلم وبنقول احنا يعني في وضع شديد التعقيد وشديد الاضطراب ومحدش قدر يتنبأ باللي ممكن هيحصل بكرة وكنا دايما بتسئل السؤال اللي اتسألته هو يعني طب امتى حضرتك شايف الامور هتبدأ تستقر والامور هتبقى يعني اثار وثمار كل الخطوات اللي بتتعامل هتظهر امتى وقلت ساعتها ان يعني جاوبت بصورة واضحة احنا عندنا رؤيتنا وعارفين كويس قوي على المصارات اللي احنا بنتحرك فيها ولكن المشكلة الحقيقية ان احنا مش ضمنين بكرة يحصل ايه ووارد جدا تحصل صدمات اخرى ممكناتش موجودة في الحزبان تؤدي الى العديد من التعقيدات والمشاكل للدولة ويعني حضراتكم بعديها بيومين حضراتكم عارفين كويس قوي وانكن مش يوم تاني يوم حصلت المشكلة في المنطقة بتاعتنا ويعني تصاعد يعني حدة وتعقيد المشهد السياسي في منطقة شرق الاوسط مع الحوادث اللي حصلت والنهار ده طبعا كلنا يعني في حالة عدم يقين من تطورات الامر والازمة محدش عارف بكرة هيحصل ايه وحضراتكم يعني كل التوترات اللي موجودة وما هو سيكون رد فاعل الايراني على المشهد اللي بيحصل وممكن هيكون تدعياته ايه على المنطقة والتخوف من اتساع النزاع او الصراع على مستوى اكبر انا بدي ده كمثل حضراتكم المثل الاخر اللي حصل في الاسواق العالمية الجمعة بيطلع تقرير عن في الولايات المتحدة بيوضح ان هناك مشكلة وان هناك تخوفات من ان الاقتصاد الامريكي يعني يدخل في مرحلة ركود وضغوط استقبلته اسواق العالم كلها بيعني اضطراب شديد حضراتكم اكيد تابعته يوم الاثنين واللي اطلق عليه الاثنين الاسود في العالم كله اسواق البورصات العالمية يعني فتحت على خسائر هائلة او يعني والنزول كبير جدا الارقام والتقديرات انها الخسائر دي وصلت على مستوى العالم اكتر من 6 تريليون دولار واطلق عليه زي ما قلت لحضراتكم يوم الاثنين الاسود وابتدى يحصل التراب شديد جدا ولكن يعني الحمد لله ابتدى بعديها بتاني يوم ابتدت الاسواق تتعافى ويعني الدنيا تبدأ ترجع مرة اخرى للاستقرار انا بدي بس حصل ايه في اسبوع واحد وتدعياته ايه على الدولة المصرية يعني عشان يبقى كلنا حاسين بقد ايه صعوبة المشهد وتعقيده علينا كلنا ومدى تأثيره علينا احنا كمان كحكومة وكدولة في عملية التعامل مع هذه الازمات انا كل ده بقوله لان بقى واضح تماما تأثير يعني على العالم ان بيطلع تقرير يروح مؤدي الى تخوفات وقلق يروح عامل قد ايه التراب شديد وده معناها ان حتى ازمة ثقة موجودة في العالم كله مش موجودة بس في مصر يعني زي ما بيتقال هو يعني فيه ازمة ثقة موجودة لا هي بقى مشهد عالمي العالم كله بقى في حالة من البلبلة وعدم اليقين وعدم الثقة وبالتالي ده ليه تدعياته اللي بقت موجودة على مستوى العالم وبيتشوفنا ازاي بيؤثر على العالم كله فلما نيجي بقى نرجع على مصر مصر اللي حصل يوم لاتنين نفس المشهد يعني تدعيات اللي حصل في العالم حصل عندنا البرصة فتحت في حالة عدم استقرار وتخوفات وابتدى يحصل نوع من البيع الكبير وانخفاض الاسهم صاحب هذا الموضوع زي كل اللي حصل في دول العالم والاسواق النشقة في حركة بعض الخروج للاموال ما يطلق عليها الاموال الساخنة من اللي كانت موجودة زي ما حصل برضو في كل العالم ولكن الحقيقة وده اللي انا بأكده عشان يعني نوضح هذا الامر لانه حتكلم بعد كده على بعض الكلام اللي تقال وبعض الاشعاعات اللي اثيرت تم التعامل مع هذا الموضوع بمنتهى الاحترافية وهنا انا بأكد على هذا الموضوع اللي تم التعامل فيه من البنك المركزي واللي بيأكد ان احنا ملتزمين بان يعني هيكون هناك سعر صرف مرن وان الدولة لا تتدخل عشان ما يبقاش فيه يعني تبعيات بعد كده سلبية نعاني منها فده اللي حصل ببساطة شديدة الاموال اللي خرجت تم اتاحتها من السوق ومن السيولة الموجودة بعيدا تماما عن الاحتياطيات الخاصة بالبنك المركزي فبالتالي تبقى للعرض والطلب الرقم زاد واحنا ما عندناش اي تخوف من هذا الموضوع فحصلت بعض الزيادات اللي موجودة حصلت في سعر صرف الدولار طب الكلام ده حصل في كل الاسواق اللي النشأ حصل حضراتكم راجعوا شوفوا حصلت في العملات النشأ عدد كبير من الدول زادت بنسب الدولار زادت بنسب معينة نتيجة لهذا الكلام فاحنا اللي حصل عندنا هو نفس الكلام بطريقة بسيطة جدا وبزيادة بسيطة جدا انا بقولها لان احنا زي ما بقول لحضراتكم عينينا على المشهد بصورة واضحة بندير بطريقة معينة تؤمن الاقتصاد المصري ومصادر العملة الاجنبية فهو ده اللي حصل بالضبط عملنا هذا الكلام الفلوس اللي طلبت انها تخرج خرجت بس بالسعر العالي فده عشان ما يحصلش مشكلة زي اللي كانت حصلت في السابق وخبراء اقتصاديين كتير او يتكلموا على هذا الموضوع وبالتالي هذا الموضوع بعيدا تماما عن استقرار المصادر العملة المصرية وده اللي انا بأكد عليه مصادر العملة الاجنبية جوه مصر بعيدا تماما عن احتياطيات البنك المركزي وكل الكلام ده ده انا بقوله ليه لان مجرد هذه زيادة طفيفة بتادي ترجع تاني الاشعاعات ده الدولار حيرجع يزيد تاني والجنيه حيبدأ يفقد تاني ارقام وحنبدأ نشوف ارتفاعات كبيرة وكل ده كلام غير صحيح وعايز اقولها هنا وبوضح للمواطن المصري في ناس وقت الازمة الاقتصادية الكبيرة اللي احنا كنا فيها وهي تجارة السوداء او الموازية استفادوا بارباح كبيرة جدا وهذه الشبكات من مصلحتها الشخصية بعيدا عن مصلحة الوطن ان نرجع تاني للأسف في نفس المشهد فحنلاقي نفسنا الحروب النفسية وحروب الاشعاعات والحقو ده والدولار ومش الدولار وكل الكلام ده وانا بأكد مرة اخرى الحمد لله الوضع مستقر تماما الاحتياجات الرئيسية للدولة مؤمنة وبتطلع وموجودة وما فيش اي حد طلب اي مبالغ علشان مستلزمات انتاج وعلشان الاحتياجات للدولة ووقفت خالص ولا اتأخرت ولا اي حاجة كل شيء بيتلبى وما فيش اي مشاكل فيه وبالتالي احنا الحمد لله ما عندناش اي مشكلة اعتقد كلكم تابعتوا الارقام الاحتياطي الاجنبي من العملة زاد مية وخمسة مليون دولار بقينا ستة واربعين ونص مليار دولار ارقام تحويلات المصريين في الخارج الحمد لله هذا الشهر يعني بالمقارنة بنفس الشهر من السنة اللي فاتت زايد اكتر من ستة وستين في المية من الارقام يعني انا بس بدي لحضراتكم يعني الحمد لله الموارد من العملة الاجنبية موجودة عندنا الرؤية بتاعتنا تنصيق كامل كل يوم مع السيد محافظة بنك المركزي للاتمئنان على الاوضاع والاوضاع مستقرة انا بس بحابب ان انا ااكد هذه الرسالة لانه طول الوقت ومع هذه الازمات هنفاجأ باشعات كتير تطلع وكلام يتقال كل هدف وارجوا انكم تبقوا واخدين بالكم هناك شبكات من المصالح الشخصية اللي من مصطحتها ان ده يحصل عشان نستفيد ونكسب انا بتكلم عليهم بعيدا عن مصطح البلد فلازم نبقى واخدين بالنا كمواطنين ونبقى عارفين هذا الموضوع وما ننجرفش ورا هذه النوعية من الاشعات وعشان كده احنا بنبقى حارسين ان احنا نطلع كل اسبوع عشان نوضح هذا الكلام لحضراتكم ولكل المواطنين ونؤكد هذا الموضوع الحقيقة الشيء المهم جدا وانا بتابع كالعادة كل ما يثار على طب الرؤية الاقتصادية والرؤية الفترة الجاية وبالرغم ان احنا اتكلمنا اكتر من مرة على هذا الموضوع ولكن احنا على مدار الاسبوع الماضي وانبارح احنا كان او يعني كنا عندنا امبارح المجموعة الاقتصادية والاجتماع التاني للمجموعة الاقتصادية والاسبوع الماضي كان المجلس التنسيق للسياسات النقدية والمالية وزاي ما بقول لحضراتكم كمجموعة اقتصادية احنا بنناقش بوضوح شديد رؤيتنا ايه للفترة الجاية ازاي حنفعل برنامج الحكومة وبرنامج الدولة المصرية وازاي نحل كل المشاكل اللي تخص قطاع الخاص والمستثمرين والكلام ده ويمكن حتكلم عليه بصورة لاحقة للفترة الجاية اخر حتة عشان دي اشياء مهمة جدا انا حابب ان احنا نعلنها مع حضراتكم في الفترة الجاية ولكن استكمالا اللي بيتقال على بعض الاشاعات اثير مرة اخرى الدولة نوية بيع المطارات بتاعتها وطبعا هذا الكلام عاري تماما من الصحة مفيش هذا التوجه مرة اخرى توجهنا هو كيف نضمن افضل ادارة وتشغيل للمرافق المصرية لا خلاف وده انا اتكلمت عليه بمنتهى الوضوح الاسبوع اللي فات قلت عندنا مشكلة في تشغيل وادارة المطارات بتاعتنا وكل اللي بنستهدفه ازاي نرفع كفاءة وتطوير هذه المطارات ونضمن انها تبقى بتدار على اعلى مستوى من الاحترافية الكلام ده ممكن يحصل من ايه من خلال ايه من خلال الشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة والشركات اللي موجودة في العالم اللي احنا ده مش بدعة كل مطارات العالم المتقدمة الدول بتاعت اللي تملكها بتتحها من خلال عقود ادارة وتشغيل لشركات عالمية محترفة عشان تضمن افضل خدمة وكمان تحقق احسن ارباح وده اعتقد كلنا بنستهدف هذا الموضوع لكن هذا لا يتم ببيع المطار بالعكس هو بتبقى عقود ادارة وتشغيل واحنا قلناها بدأ مرة واثنين وثلاثة وبرضو بأكدها لحضراتكم توجهنا في هذا الشأن هو ادارة وتشغيل هذه المطارات من خلال شراكة مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا الموضوع شأننا شأن كل الدول المتقدمة والدول المماثلة لنا في هذا الشأن فاحنا ما بنسبتدعش العجلة ولا بنتكلم في شيء اخر الحاجة الحقيقة برضو الحاب بأننا أتكلم عليها الحقيقة كان فيه زيارة هذا الأسبوع للإسكندرية وحضراتكم طبعا كان عدد منكم موجودين معنا وزورنا الحقيقة عدد كبير من المصانع طبعا بصحبة السيد نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل والسيد وزير الاستثمار ومحافظة إسكندرية وزي ما بنأكد كدولة هدفنا كله هو تشجيع الصناعة في الفترة الجاية وإزاي أن نشجع الصناعة الوطنية على زيادة الصادرات وعلى زيادة إنتاجها في السوق المحلي ولدينا الحقيقة مستهدفات ومبارح كنا بنعرض على فخامة رئيس في حضور الوزراء المعانيين بالمجموعة الوزرية للتنمية الصناعية بنعرض رؤيتنا للخطة العجلة لهذا الموضوع والاستراتيجية الكاملة للتنمية الصناعية على المدى المتوسط ولغاية عشرين ثلاثين ولكن الخطة العجلة بنتكلم على السنة القادمة هيتعمل فيها إيه بالكامل بأرقامها ومستهدفاتها لهذا الشأن الجزء الآخر من الزيارة الحقيقة يعني وتيحت ليا وكت سعيد بها جدا 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 هو زيارة أصر المنتزة بعد ما تم تطويره وده برضو يرجعني لحجم كان الهجوم والإشاعات والتشكيك اللي كان بيحصل وقت ما الدولة قررت أنها تطور أصر المنتزة وأثير أن الدولة هتقطع الشجر وحتشيل كل الأشجار وحتبني وحتعمل وكلام ده كله أذكر حضراتكم الموقف كان إيه في أصر المنتزة إحنا كان كل اللي عندنا فيه حوالي 220 غرفة اللي متمثلين في فندق فلسطين دي كانت الغرف الفندقية بقية الأصر المنتزة كان فيه ما يطلق عليها الكبائن الخاصة أذكر حضراتكم اللي كانت بينتفع بيها عدد محدود من الأسر وبعقود كانت قديمة وكانت طبعا برضو بتجيب العائد الحقيقي للدولة المصرية الدولة اقتحمت هذا الملف المنطقة كانت بتعاني من إهمال كبير وابتدى يحصل تداعي للعديد من خدمات فيها الدولة المصرية اقتحمت هذا الملف توجيه كنسيات الرئيس بتطوير أصر المنتزة عشان يبقى على أعلى مستوى وهنا باتكلم مستوى عالمي يحق الجذب للسياحة العالمية والسياحة المحلية وده اللي أنا شفته الحقيقة على الأرض في زيارة يوم السبت اللي عملناه إن استبدلنا مناطق الكبائن اللي كانت موجودة بفنادق على أعلى مستوى وبالتالي بقى عندنا النهاردة في أصر المنتزة بدل 220 غرفة بقوا 920 غرفة يعني زودنا أكتر من 700 غرفة إضافية ما زودناش مسطح المباني إحنا استبدلنا مباني كانت قديمة ومتهلكة وكان بيستفيد منها عدد محدود بفنادق الأهم إن تم إسناد هذه الفنادق وإدارة وتشغيل هذه الفنادق بالكامل لوحدة من أكبر الشركات العالمية عشان تبدأ تشغل هذه الفنادق وتبقى هذه المنطقة مقصد عالمي للسياحة بالإضافة طبعا للمصريين اللي حيستفيدوا منها لكن في نفس الوقت تم تطوير الحضائق بتاعة أصر المنتزة عشان المواطن المصري يدخل ويفضل بيتمتع بهذه المنطقة الترفيهية الجميلة وبالتالي بقينا عندنا هناك كل أنواع السياحة فنادق كل المستويات نقدر نقول فيها فنادق الثلاث والأربع نجوم والغاية الخمس والستة والسبع نجوم بقت موجودة الأهم بقينا محافظين لم يتم المساس بأي شجرة أنا دخلت بنفسي وشفت يعني أحيانا كان في يبقى بيتعمل المبنى وفي وسطه الشجرة عشان الشجرة موجودة بيتحافظ عليها فاللي أنا عايز أقوله الحقيقة اللي أنا شفته الحقيقة شيء على أعلى مستوى ومش بتكلم هنا كرئيس وزنة أنا بتكلم كراجل مهندس معماري وراجل مخطط شفت أعلى مستوى من التنفيذ في هذا التخصص وهذا المجال وحابب أن أنا أوجه الشكر للهائة الهندسية على أنها نفزت هذا المشروع بهذه الاحترافية ودي كانت توجيهات سيادة الرئيس من الأول عايزين نحول هذه المنطقة إلى أعلى مستوى بنعظم من أصول الدولة ده تعظيم حقيقة أصول الدولة هو ده اللي احنا بنتكلم عليه نعظم من أصول الدولة تبقى النهاردة بتدور على أعلى مستوى مع شركات محترفة تجيب عائد للدولة تزود سياحة وتعمل أهداف كثيرة جدا ومغي يظل المواطن المصري بيتمتع بالدخول لهذه المنطقة ويقدر أنه هو يستفيد منها في هذا الشأن أنا حبيت أن أنا أؤكد على هذه النقاط علشان نتكلم فيها هنيجي بقى للشيء المهم جدا اللي أنا عايز أثيره وهو أن إحنا مستهدفين الفترة الجاية إزاي نحسن من مناخ الاستثمار ويبقى هناك وضوح ورؤية واضحة جدا للمصاري الاقتصادي للدولة وده الحقيقة يمكن اللي احنا اشتغلنا عليه مع المجموعة الاقتصادية والمجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية النهاردة السيد وزير المالية ودي بناء على توجهات سيادة الرئيس لازم تكون هناك سياسة ضريبية واضحة هتعلم بتفاصيلها بالكامل في خلال الفترة القادمة هيتم عرضها على فخامة الرئيس لإقرارها وإطلاقها للدولة المصرية هدف هذه السياسة أن احنا نحل بيها كل المنازعات الضريبية السابقة مع كل المستثمرين بصورة جزرية أن يحصل تيسير كامل لإجراءات الضريبة وإزاي أنها بتتحسب للمستثمرين المستثمرين دايما اللي بنقعد معهم بيقولوا احنا ما عندناش اعتراض على قيمة الضريبة اللي موجودة لكن على اسلوب التطبيق وعندنا دايما تحدي في إزاي مصلحة الضرائب بتحسب الضرائب وهو ده التحديات والمنازعات اللي بتتم فاللي حيحصل وحيتم إعلان وإن شاء الله في خلال شهر على الأكثر سياسة كاملة لهذا الموضوع بتحل المنازعات السابقة وأيضا بتضع اسلوب مبسط وواضح وشفاف لكل المستثمرين ولكل قطاع الخاص للتوجهات الدولة في السياسة الضريبية للعشر والخمستاشر سنة القادمين عشان أي مستثمر عايز يدخل النهاردة جوه مصر يبقى عارف كويس كيف سيعامل ضريبيا وكيفية وقاليات حساب الضريبة للدولة المصرية كل ده ان شاء الله هنعلنه بالتفصيل بمجرد ما بينتهي والسيد وزير المالية من عرضه وان شاء الله حيبقى حتى هذا الكلام يعني حيطرح بصورة كبيرة جدا انا بتكلم هنا على وثيقة للسياسات الضريبية لحتى عشرين ثلاثين هنترحوا برضو على رجال الاعمال علشان يبقوا شايفينه بوضوح ولو عندهم اي ملاحظات هنبقى بناخدها بالاعتبار بحيث يبدأ التطبيق في هذا الشأن ايضا احنا بنتكلم على التصدير وان لا سبيل لمصر غير زيادة صافي الصادرات المصرية ولازم يبقى عين على هذا الموضوع واعلن على ارقام احنا شايفين انها الدولة المصرية قادرة عليها ولكن برضو كان الموضوع محتاج صياغة كاملة لبرنامج رد اعباء الصادرات وده فعلا برضو اللي حينتهي بالكامل في خلال الفترة القادمة بحيث نطلع برضو على بداية ان شاء الله في خلال هذا الشهر وعلى بداية شهر سبتمبر القادم ببرنامج واضح جدا هدفه اولا ما يكان كاملة للمنظومة ان المصدر بمجرد ما بيدخل البيانات بحد اقصى وانا بتكلم هنا الحد الاقصى انه يصرف المصحقات بتاعته في خلال ثلاث شهور بحد اقصى وبالتالي ايضا المصدرين كلهم يبقى بنشجحهم على هذا الموضوع بنحط الية كاملة لهذا البرنامج ان شاء الله بحيث ان احنا هنعلنه في خلال الفترة الجاية لمسندة المصدرين بالكامل ولكن اليوم الوزارة المالية طلعت حوالي اثنين مليار جنيه لرد الاعباء السابقة للمصدرين لحوالي خمسمائة وستين شركة ده على الجزء اللي هو كان متأخر علشان نساعدهم في هذه المرحلة ولكن الاهم اللي انا بقول عليه هنطلع ببرنامج جديد واضح تماما ان شاء الله يتزامن مع موضوع السياسات الضريبية علشان ان احنا بنتحرك برؤية متكاملة للدولة المصرية في خلال الفترة الجاية عندنا مستهدف واضح جدا وقلناه وحكرره دورنا الفترة الجاية ان شاء الله على مدار لغاية نهاية خمسة وعشرين او بداية ستة وعشرين ان احنا نقلل التضخم الى اقل من عشرة في المية دا حيبقى شيء مهم جدا 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 للدولة المصرية عشان استقرار الاسعار عشان نمكن القطاع الخاص ان هو يقدر ياخد يعني يقدر يحصل على اقتمان بسعر مخفض ونشجع كل القطاعات المنتجة في الدولة المصرية انها تتحرك فيها فبالتالي الدولة المصرية لدينا الرؤية الكاملة لهذا الموضوع هنتحرك فيها هنعلن بالتفصيل زي ما قلت لحضراتكم ان شاء الله على بداية او يعني نقدر نقول في خلال فترة اقل من شهر منظومة كاملة للسياسات الضربية والدعم الصدرات وتحفيز الاستثمار والتجارة الخارجية للفترة الجاية باذن الله هتوقف عند هذه النقطة ولكن اللي انا حابب ان انا واكد عليه انا بطمن المواطن المصري احنا الاوضاع الحمد لله مستقرة وبالتالي احنا استوعبنا تماما الهزات الاقتصادية اللي حصلت على مدار الاسبوع من اللي حصلت في العالم كله الدولة المصرية اقتصادها كان قادر على التعامل مع هذا الموضوع بمنتهى الاحترافية لدينا الموارد المالية والنقدية اللي تمكننا احتياط مصر النهاردة بيغطي تمن شهور تمن شهور فاحنا الحمد لله يعني الامور مستقرة تماما في هذا الشأن ما بنتأخرش على تدبير الموارد النقد العملة النقدية الاجنبية لمستلزمات الانتاج والمواد الخام وكل الكلام ده بتابع مع السيد نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة ورئيس هيئة الدواء حل مشكلة الدواء ونقص الأدوية تبقى اللي احنا قلنا لحضراتكم عليه وطلبت منهم ان يتم كل اسبوع اعلان عن الأدوية او حزمة الأدوية اللي بتخلص مشكلتها عشان يبقى المواطن عارف بصورة اسبوعية المشكلة بتتحل ازاي لو فيه اي اسئلة عند حضراتكم تفضلوا حسن ابو خزيم روزا اليوسف دولة رئيس مجلس الوزراء يمكن هابدع مع حضرتك بقضية التعليم يمكن كان يعني موضوع مصار اليوم في مجلس الوزراء ان وزير التربة والتعليم طبعا يعني عرض خطته بالنسبة لي السنة القادمة او السنوات القادمة البعض بيتحدث لماذا لا تكون هناك يعني رؤية بالنسبة لي الدولة المصرية ان تكون خطة يعني للدولة المصرية في تطوير التعليم بدل ما كل وزير بيأتي وبيعرض يعني ولدينا تجارب يمكن على مدار 30-40 سنة في هذا الأشياء رؤية الدولة المصرية لتطوير التعليم بدل من يعني خطة وزير التربة والتعليم شكرا طيب خلينا رد على حضرتك الرؤية وضعت ونفزت على مدار السنين الماضية تحديث المناهج وبدأت مع الوزير الأسبق دكتور طرق شاوي تحديث المناهج احنا مستمرين احنا مغيرناش حاجة موضوع تحديث المناهج والوصول لمنظومة تعليم محدثة بهذا الشكل لتطوير المدارس كل ده احنا شغالين عليه والوزراء اللي جم بيكملوا على نفس الرؤية وبالتالي الوزير لم يطرح رؤية جديدة ولكن هو بيطرح عملية تنفيذ الرؤية في إطار اللي موجود والأهم انه بيعالج مشاكل وضع حلول غير تقليدية لحل مشاكل مهمة جدا بتعاني منها الأسرة المصرية زيادة كسافات الفصول في بعض المحافظات موضوع غياب الطلب عن المدارس وعدم انتظامهم وبعض الحاجات اللي احنا كلنا كنا نقص المعلمين وحيتعامل معها ازاي للعام الدراسي القادم وكلها بقليات جديدة ومبتكرة علشان نتعامل مع المشكلة في إطار الوضع الراهن اللي موجود النهاردة احنا بنتكلم على عندنا نقص في المعلمين شغالين ان احنا بنعين 30 ألف معلم كل سنة ولكن بالإضافة لده عندنا منظومة أخرى اللي هي بنعين حوالي 50 ألف بنظام الحصة كل دي رؤية ماشيين فيها وبنتحرك فيها ولكن كان اللي بيعرضه النهاردة السيد وزير التربية والتعليم ويمكن ده يعني لان احنا بنعرض هذا الموضوع والتوجه على مجلس الوزراء كنا حابين ناخد فيه أراء المجلس وحنبقى ان شاء الله في مؤتمر قادم حنعلن هذا الكلام بالتفصيل ايضا والشيء المهم جدا ان كنا بنتكلم على الحمد لله احنا ماشيين بمصار تحديث المناهج والمنظومة الجديدة اللي بدأت بنتكلم على مرحلة اللي ابتدائية باكتملت هندخل من داخلين في المرحلة الاعدادية وبعد كده السنوي وبالتالي كانت النهاردة اللي بيعرض لحين ما الطلبة اللي داخلين في المنظومة الجديدة اللي هما بدأوا من قولة ابتدائي حيوصلوا لمرحلة السنوية العامة احنا بنتكلم حيبقوا الكلام ده في 27-28 طب من هنا لغاية هذه الفترة كيف يعني نضبط موضوع السنوي والمرحلة السنوية وده شيء الحقيقة عرضوا النهاردة السيد وزير التربية والتعليم بطريقة جيدة جدا واتكلم على ازاي ان احنا يعني نطور من السنوية العامة بطريقة مهمة جدا زي كل النماذج العالمية اللي موجودة اللي هي النماذج اللي انتو حضراتكم كلنا بنسمع عنها النظام الاي جي والنظام الامريكاني والكلام ده كله ازاي النهاردة الطالب اللي في المدارس المصرية العادية يبقى بنفس المنهجية بالزبط اللي بيبقى بيتمتع بيها الطالب في النظم الحديثة دي ايضا يتعامل هذا الموضوع مش عايز يعني اتكلم في الموضوع ده بتفاصيل لكن هنقدر نيجي نعرضه على حضراتكم بالتفصيل في خلال المؤتمر القادم ان شاء الله كنت عايز اصحادك عن موقف برنامج الطروحات الحكومية وهل الهزات اللي حصل في البورصات العالمية من الممكن ان تؤخر البرنامج وتردد ان فيه بعض البنوك وشركات جاهزة للطرح فموقف ده ايه برضو تردد من الحكومة تترك سعر الزهب للعرض والطلب النهاردة فيه ناس بتشير على مواقع التواصل ان الحكومة تترك الزهب للعرض والطلب وبشيكون فيه تسعير للزهب فكل عايز هكترد على ده برنامج الطروحات احنا اعلن ان ده جزء من سياسة الدولة وبنتحرك فيه ومتحركين فيه وبنتكلم احنا بنتكلم على خطة بتبقى على مدى سنة وسنة ونص في هذا الشأن كل اللي بيحصل ايه ان بناء على المستجدات اللي بتحصل من الوارد ان يحصل تعديل في هذا البرنامج حاجات ممكن ترجق وحاجات انها تقدم يعني يعني نبدرها شوية هو ده اللي احنا بنبقى دايما بنرجع وتبقى للمستجدات اللي موجودة على الارد فهو ده اللي احنا بنتحرك فيه احنا يعني ان شاء الله الفترة الجاية ما زال البرنامج موجود كل اللي طلبته من المجموعة الوزرية الجديدة اعادة او تحديث البرنامج عشان نطلع بقى اقرب فرصة نعلن التعديل اللي تم في ضوء اللي احنا شفناه من المستجدات اللي موجودة في هذا الشام فدي يعني انا حابب ان انا اكد لحضرتك في هذا الموضوع موضوع الدهب يعني ده الدولة احنا ما بنتدخلش في هذا الموضوع ده شيء يعني ده سوق عالمي يا جماعة يعني احنا كدولة يعني الموضوع ده سوق عالمي ولا نتدخل فيه بصورة يعني ده سوق عالمي والدولة يعني موجودة في هذا الاطار كزي اي دولة بيحصل فيها في العالم فاحنا ما عندناش هذا التوجه بس بأكد علي حضرتكم في هذا الشام تفضل محمود مطوع صدر البلد الحكومة بسدد اعلان الوثيقة الاستثمارية والتجارية لمصر خلال الفترة الجاية احنا عايزين بس نعرف اهمية هذه الوثيقة ومستهدفتها ايه لنمو الاقتصاد المصري في الفترة الجاية وفي حاجة تاني بس هي رسالة طمأنين لحضرتك بما اننا خارجين من امتحانات سنوية عامة فالاهالي متخوفة تغدخل اولادها كليات فنية او ويدخلوا اولادهم مدارس فنية يقولك لا سنوية عامة افضل سنوية عامة افضل بسبب يعني المسمة لها ده تجاري ده فني تجاري ده فني صناعي رغم من الحكومة بتدعم كل الكليات الفنية والصناعية الفترة اللي فاتت شكرا الجزء الاول كان ايه فن قبل المدارس وصيقة طيب خلينا يعني اوضح لحضراتكم احنا بنستهدف كدولة ودي اعلناها ان متوسط النمو في الثلاث سنين الاولانين يبقى في حدود الخمسة ونص في المية نمو الاقتصاد لكن اللي احنا عايزينه ابتداء من السنة الرابعة من البرنامج الحكومة لغاية عشرين تلاتين بنبقى بننمو على الاقل بستة في المية من ستة لسبعة في المية احنا وصلنا لهذا الرقم في سنة واتنين في الفترة اللي فاتت قبل ما يحصل للازمات دي ويعني نتيجة للازمات تراجعنا بهذا الشأن انا عايز اضمن استدامة نمو الاقتصاد المصري بهذه المعدلات والتفارات اللي حصلت في دول اللي حققت نهضة كبيرة جدا لانها قعدت بالعشر سنين بتنمو بمعدلات ستة وسبعة في المية عندنا زي تجربة الصين وبعد الدول الأخرى مهم جدا ان احنا نضمن الفترة الجاية ان الاقتصاد المصري مهما كانت الصدمات اللي ممكن تحصل نحاول ان احنا يبقى ده نسب النمو بتاعتنا عشان كده مهم جدا ان يبقى عندي وثيقة واضحة بتعلم فيها قدي الحوافز بتاعت الاستثمار وازاي الدولة بتبسط وتسهل الاجراءات على المستثمر تاني انا بأكد المستثمرين احنا بقعد كل يوم مع عدد من المستثمرين ورجال القطاع الخاص بيقول انتو ما عندكمش مشكلة تشريعية انتو ما عندكمش مشكلة ضرائب الدرائب على فكرة في مصر في الإطار المتوسط العادي جدا لما قارنها حتى بدول المنطقة المحيطة مصر هتلاقوها في النص يعني لكن المشكلة في ايه المشكلة في التطبيق ان هناك اجراءات وعوائق ادارية بعض البيروقراطية اللي موجودة وبالتالي همنا وشغلنا الشاغل لفترة الجاية عشان كده ده اللي انا بقوله نطلع بوضوح شديد بخطة تنفيذية واضحة بمستهدفات واضحة ازاي هنفعل كل حوافز السسمار هنشجع عملية التصدير وزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي عشان نجذب به برضو السسمارات بحيث كل ده مع بعضه يحقق المستهدف الرئيسي للدولة ان الدولة المصرية تنمو بمعدلات ستة في المية كاقتصاد اعتبارا من السنة بداية السنة الرابعة من برنامج الحكومة الى ان شاء الله بعد كده ده الحاجة الوحيدة اللي هتضمم للدولة المصرية القفزة الكبيرة اللي احنا عايزينها بإذن الله موضوع التعليم الفني موضوع التعليم الفني شيء مهم جدا 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 ويعني عايز اقول لحضراتكم ان عدد كبير من الدولة المتقدمة الاعتماد الاساسي فيها ولما تيجي نبص على قوة القوة العاملة فيها بيبقى اكتر من خمسين في المية تعليم فني وبالتالي ده بيعتمد على نظرة المجتمع للأسف احنا جينا في فترات معينة بقيت النظرة للتعليم الفني يعني انها اقل من التعليم العام وبمنتال امانة يعني في دول اخرى يعني انا ده يعني هقول لحضراتكم حاجة يعني الواحد درس وعاش في الدولة زي المانيا انا كنت موجود فيها في دراسة العليا اكتر من خمسة وخمسين في المية من القوة العاملة في المانيا تعليم فني ندخلوش الجامعة وهم دول اللي بيمثلوا قوة المانيا تقوى صناعية وقوى اقتصادية عظمى في اوروبا وفي العالم احنا النهاردة جايز كانت المشكلة ان مستوى التعليم الفني نفسه ليس بالمستوى المأمول عشان كده احنا كل تركزنا من خلال الفترة اللي فاتت بمبادرة الشراكة مع رجال الصناعة ورجال الاقتصاد ان احنا نخليهم يعملوا مدارس فنية على اعلى مستوى وان احنا حتى ندلهم المدارس بتاعة الدولة ان هم اللي يديروها ودي خطة واضحة جدا وشغلين عليها فده بيطلع مستوى من الخريج المؤهل بصورة عالية جدا بمجرد ما بيخرج بيبقى شغل من قبل حتى ما بيتخرج بتبقى فرصة العمل عنده وابتدت نظرة المجتمع واحنا شايفينها بتتغير وابتدى ناس بمجميع عالية جدا في اعدادي بقى النهاردة بيفضلوا ان نروح للمدارسة الفنية او حتى في ابتدائي لكن احنا كملنا هذا الموضوع لان بعض طبعا الناس بيقولك طب انا حابب اكمل الجامعة عايز اخد مستوى أعلى عشان كده انشأنا الجامعات التكنولوجية عشان اللي حابب انه هو يكمل في نفس المصار يقدر ياخد التعليم الجامعي ويبقى اسمه وخري الجامعة الاتنين موجودين ولكن الاهم اللي انا عايز اؤكد عليه هذا التعليم هو المستقبل وبالذات مصر وعايز اقول كمان النقطة اذا كان النهاردة بيبقى عدد من شباب طموحه ان هو ممكن عايز يخرج ويشتغل برة ويروح في بعض الدول بيبقى الدول دي طلبة مستوى عمالة يعني هو بيبقى بمهتمية هذه الدول وبتطلب مننا من الدول العمالة الفنية المدربة على اعلى مستوى فهذا الموضوع بالعكس تماما هذا هو المستقبل والنهاردة احنا بنتكلم على بقت في وظائف جديدة في العالم بقت موجودة في اخر عشر سنين ما كانتش موجودة قبل كده وبقى العالم كله رايح ان هو عايز هذه النوعية من الوظائف وكلها في هذا المجال الفني والتقني عوضر غنامي اكسترا نيوز السؤال الاول لحضركك فنن من منطقة شفافية اللي بيننا وبين سيادتك حصل بشكل مباشر عن حجم الاموال الساخنة اذا كان متاح هناك ارقام خلال الفترة الماضية لان فيه اشعاعات كتير وناس قالت ارقام ربما يكون اغلبها غير منطقي الاموال الساخنة التي خرجت اذا كان متاح الحديث عنك السؤال الثاني مرتبط بقضية شعبوية بشكل كبير وهي اسعار الاسمدة لانها لها شقين الشق الاول انها تنعكس بالسلب على حياة الفلاح والشق الاخر والاهم هو المواطن لانه بياخد سلعة المزرعات او الفواكه او الخضرات باسعار ربما تكون مش منطقية مع يعني دخل الناس باللطفة ان الدولة عاملت اللي عليها ووفرت الغاز والكهرباء في الفترة اللي فاتت والمصانع رجعت تشتغل تاني طب ليه الاسمدة لسه مرتفعة حتى هذه اللحظة شكرا حنرجع تاني ويمكن اكلمكوا على موضوع الاموال الساخنة اه فيه ارقام طبعا موجودة ولكن الارقام دي يعني انا عشان برضو الحاجات دي بتبقى تخص البنك المركزي مش المفروض ان انا اتكلم فيها ولكن الارقام اللي خرجت يعني ما اقدرش اقول اكتر من انها ارقام بالنسبة للمجمل اللي موجود اقل من 7-8% من الرقم اللي كان اجمالي اللي موجود عندنا ولكن انا عايز اقول يعني ولا يعني بالنسبة لنا هذه الارقام ارقام النهاردة الحمد لله اللي موجود كسيولة نقدية في الدولة المصرية الحمد لله ما عنديش فيها اي مشكلة وده عادي طبيعي جدا وشيء ان احنا النهاردة ما بنعماش اي قيود اللي عايز يدخل بيدخل والعايز يخرج بيخرج ولكن الاهم انها مجنبة بعيدا عن المصادر الرئيسية للاحتياطي المصري تماما وبالتالي دي حركة عادية جدا في السوق بتدخل وبتخرج وبالتالي احنا ما عندناش فيها اي قلق هو كل اللي حصر زي كل الاسواء انا عايز اقول لحضرك انا بتابع يوميا فبيبقى ايام بالاجاب وايام بالسلب يعني بيبقى صافي اليوم دخول وممكن يوم اللي بعده صافي اليوم خروج ودي حركة عاديدة هو كل اللي حصر يوم الاتنين ان نتيجة اللي حصر في العالم الرقم الخروج كان اكبر وده اللي حصر في كل دول العالم بالذات الدول الاسواء الناشئ تاني يوم على طول الامور رجعت زي ما هي انا بس بأكد لحضرككم رجعت الامور لنفس الارقام فبالتالي الموضوع ده ما يقلقناش في اي شيء نيجي الموضوع الاسميدة مشكلة الاسميدة هتكلم بالطاق يعني نتكلم زي مشكلة الدواء لما بيبقى النهاردة عندي سعر فرق سعر كبير جدا 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 في سعر السميد ما بين السعر التكلفة الحقيقية والسعر اللي الدولة بتقدم به الاسميدة هيبدأ غصبا عنك بيحصل نوع من مش عايزة اقول التلاعب ولكن بيحصل ما يطلق عليه اسوأ موازية وبيع في سوق سودا النهاردة احنا اجتمعنا مع كل شركات الاسميدة وعندنا التحرك ان احنا النهاردة يمكن كان حصلت في فترة ما برضو كان مع ناقص الغاز كان حصل نوع من التناقص ولكن رجعت المعدلات الى الامور الطبيعية فكان التركيز كله في خلال الفترة الجاية على توفير اكبر قدر من التزامات الشركات لوزارة الزراعة عشان تتاح للفلاحين فالتالي الشيء اللي مرة اخرى بيحصل هو الهوة الكبيرة ما بين السعرين هي دي اللي بتسمح بعملية التلاعب والاتجار عشان كده برضو من غير اي تفاصيل ان حنعلن عن هذا الموضوع في فترة قادمة احنا بنتحرك ازاي لتحقيق نوع من الاستقرار في السوق الاسمدة للفترة الجاية بالذات وانا مش بتكلم على فترة طويلة انا بتكلم على الشهر القادم ان شاء الله تكون الامور استقرت فضالي هناخد الناحية دي بعد كده حاضر هو انا بس عندي سؤالين اول سؤال متعلق به الحكومة وضعت خطة واستراتيجية للصناعة وجاء التكليف السيد الرئيس بتعميق التصنيع وتوطين الصناعات هل في حوافز بتدرسها الحكومة خاصة فيما يتعلق القطاع الخاص الحاجة التانية هو استكمالا لبرنامج التروحات وكانت الحكومة اعلنت عن وجود عدد من الشركات والبنوك المخطط طرحها قريبا هل في قطاعات محددة متعلقة بالشركات هيتم الاعلان عنها والمعايير اللي بيتم بناء عليها الترح شكرا طيب بالنسبة للصناعة حضرتك احنا بالفعل في حوافز موجودة واعلنت من الدولة في هذا الشأن عندنا النهاردة مبادرة كانت موجودة اللي هي الخاصة بمبادرة فرق الفايدة اللي موجودة ودي الحقيقة تم استهلاكها بالكامل عشان حرككم تبقى استخدمت بالكامل وبناء على هذا الكلام انا طلبت من السيد محافظة البنك المركزي مع السيد وزير المالية ان احنا نشوف ننظر الى اضافة مبلغ اضافي لهذه المبادرة اللي هي اذكر حضراتكم ان بنخلي المصنع يتحمل 15% فقط من الفايدة واحنا كدولة نتحمل الباقي احنا وصلنا لتقريبا الاستغلال الاقصى للمبادرة فعشان كده ان شاء الله هنشتغل على مرحلة جديدة من هذه المبادرة الاهم اللي انا عايز ااكد عليه اللي ما تم عرضه على فخامة رئيس امبارح وكنا الحقيقة كنا بالنقش وهو تبسيط الاجراءات بالكامل بحيث يعني ان المصنع او القطع الخاص بيتعامل مع جهة واحدة فقط وهي هيئة التنمية الصناعية في كل شيء بدءا من تخصيص الارض اصدار رخصة البناء رخصة التشغيل وحتى المتابعة في ما يخص كل اجراءات عمل المصنع وبالتالي يبقى هناك جهة واحدة هي اللي بيتعامل معاها المصنع او الراجل القطع الخاص ما يبقاش فيه اكتر من جهة في الدولة بتبقى متدخلة في هذا الموضوع حتى فيه الرقابة بعد كده بعد التشغيل يبقى من خلال لجنة مجمعة ما يبقاش كل يوم بينزل على المصنع جهة بطريقة منفردة وانها رايحة تكشف عليه كل ده اللي احنا النهاردة بنشتغل عليه في هذا الشأن عشان تطلع برؤية واضحة هدفها عندنا حوافز ننفذها ازاي ولكن الاهم هو تبسيط الاجراءات وما يبقاش الراجل بيلف وبيدور على اكتر من جهة الموافقات اللي كانت بتطلب من بعض الجهات مثلا على سبيل المثال البيئة او الحماية المدنية كل ده يبقى تحت عباقة تهيئة التنمية الصناعية وبيخرج مرة واحدة وما فيش تعامل من المصنع مع اي حد تاني في الدولة غير هي الهيئة الوحدة برنامج التروحات احنا مغيرناش حاجة عن اللي اعلننا عنه هي هي نفس البرامج ونفس الشركات ولكن اللي انا بقوله اللي انا طلبته في ضوء المستجدات اللي موجودة النهاردة والمتغيرات الكتيرة او اللي بتحصل ان احنا نعيد التوقيتات بتاعة التروحات بحيث ان احنا في حاجات هنضطر ان احنا نرجعها للظروف بتاعة طبيعة النشاط نفسه او القطاع وفي حاجات ممكن هنبضرها او نبكر بيها مع ادخال عدد اخر من الشركات شركات جديدة ومنشآت جديدة وحنعلن قريبا جدا عن كل هذا الكلام بالتفصيل تفضل معا لدولة رئيس الوزراء حمد العرب النيل للاخبار استكمال الحديث عن الصناعة واهمية الاستثمار في جزء متعلق افندم بمنظومة الجمارك المصرية احنا بيبقى في بعض الرسالة التي تأتي من الخارج للتجار واحنا اصحاب المصانع والمصنعين في مصر يعني يلاحظ ان هناك بعض المحصلات الدولارية عليها سواء التبع للتوكلات الملاحية منظومة الافراج الجمركي السريع عن هذه البضائع رؤية الحكومة لزيادة الدعم في هذا الاطار ليس دعما ماليا ولكن تسريع في الاجراءات التعامل مع التوكلات الملاحية وخاصة ان التحصيل يتم بالعملة الاجنبية ده جزء من اللي انا قلته لموضوع المنظومة الجديدة اللي احنا هنتكلم فيها في موضوع الاستثمار والتجارات الخارجية ان احنا النهاردة عندنا منظومة الافراج المسبق اللي هو الشحن المسبق اللي هي الاسي اي والنهاردة ان احنا كدولة بنتبقها على الارض بيحصل بعض المشاكل وبتجينا بعض المشاكل بنتعامل معاها لكن في ضوء النهاردة الشكاوى اللي بتحصل بيحصل تطوير للمنظومة وحنعلنها مع حزمة الاجراءات اللي ان شاء الله هتطلع في خلال شهر في هذا الشأن ده اللي انا حابب ان انا اكد عليه لحضراتكم علشان يبقى الامور كلها بصورة متكاملة بتطلع في هذا الشأن صفية حمد جارت المال حرك سؤالي من خلال في كل جولات حضرتك يعني وإحنا ببقى محرك باللاحظ زي من اهتمامك بالعمال تستفسر منهم عن مرتباتهم وعن اوضاعهم وعن سكنهم ومن هنا انا عايزة اسأل هان احنا ممكن ان احنا نوصل لتحقيق نسبة ال65% من قطاع الخاص في التنمية احنا مع بدون ان يبقى فيه قانون عمل حديث محدد العلاقة ومحدد نظام واضح للعمال وكمان محقق الامان احنا عندنا ثقافة ان الناس بتخاف تشتغل في القطاع الخاص عشان ما فيش عامل امان يخاف ان هاشتغل فترة فهخرج مش هكمل شغل هروح ادور على شغل تاني مع السن اللي بيكبر فده رغم ان الاجور بتبقى اعلى في القطاع الخاص قد يكون فيه ميزات اكتر فهل فيه قانون العمل في الحزبان لمناقشته واعدت طرحه مرة اخرى ولا لا شكرا قانون العمل على رأس اولويات الاجندة التشريعية اللي ان شاء الله الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب هتبقى بتعمل عليها اعتبارا من بداية الفصل التشريعي الجديد فاحنا ان شاء الله ده واحد من اهم القوانين اللي احنا النهاردة معتبرينها اولوية اولى لنا علشان هذا الموضوع لكن اللي انا عايز اقوله يعني حضرتك مستي نقطة كده في الاخر يعني فكرة ان انا اشتغل في الحكومة امن عشان يعني استي القطاع الخاص ممكن يماشيني انا حابب اتكلم بشففية مفيش قطاع خاص حيمشي عامل منضبط وبيشوف شغله صح وبيعمل العليه بالعكس ده بيبقى قيمة وبتتخطفه المصانع ده بالعكس بيبقى عنده فرصة انه ممكن يروح من مصنع للتاني بيتعرض عليه عرض افضل وبيتحرك من هنا الهنا اللي ملهوش مكان انا اسف اقولها المهمل اللي مش واخد شغله او اللي هو بيبقى عايز عايز اقامل لنفسي مكان علشان بس اخد فيه مرتب ده مش طبيعة وده مش ثقافة ولازم تتغير عندنا كلنا ان اهم شيء هو الانتجية الدولة المصرية اهم شيء لاي حد فينا بدءا من اعلى منصب لغاية ادنى المناصب هو الانتاج الانتجية وده اللي حيقوم الدولة المصرية لكن كانت ثقافة ان انا اأمن لنفسي وظيفة عشان نضمن بها معاش وانا واحد وتسمع هذا الكلام من واحد عنده عشرين سنة نحن انت لسه قدامك اربعين سنة لغاية لما توصل لسدن المعاش لا انا عايز اأمن نفسي وابقى عندي وظيفة وحتى ممكن ما اروحش المكان بس انا خلاص ضمنت مكان الثقافة دي لازم عندنا كلنا تتغير ولما نيجي نبص لكل دول العالم اللي احنا النهاردة بنقول طب احنا عايزين نبقى زي الناس دي نشوف العامل هناك بيبقى عامل ازاي وبيشتغل ازاي وفي حقوقه وفي التزاماته في نفس الوقت فبالتالي منظومة قانون العمل بتدي وكلنا هندعم ان العامل بياخد كل حقوقه لكن في نفس الوقت لازم يبقى قصدها التزامات لصاحب العمل اللي بيشغله وحيديله اعلى مرتبات زي ما حريك بتقولي بياخد في القطاع الخاص مرتب اعلى وافضل وبتبقى عندهم تأمينات صحية وبيبقى عنده انتقال وعنده وجبات واحيانا بيدبروله السكن الموضوع كله مرتبط بان احنا الانتجية وان الالتزام ده شيء مهم جدا ونازم اأكد عليه مفيش قطاع خاص هيسيب عامل ملتزم وعامل ناجح عنده ويتركه كده ويقول له لا مع السلامة مستحيل كريم بيبرس القناة الاولى ساعتك فاندي متكلمت من اجتماعين او تلاتة تقريبا عن فكرة انه مفيش دولة في العالم معليهاش ديون حتى اخوى اقتصاديات العالم ولكن بعدها بفترة كنا جات برضو الكلام على فكرة صندوق النقد الدولي الشارع بقى دايما مرتبط عنده تخوف كده اول ما يسمع صندوق النقد الدولي يعني هيحصل قلق ونفسي تقلق وإيه اللي هيغلق وإيه اللي مش هيغلق وارتبط ديون بشكل عام هل فيه آلية معينة الحكومة حطها خلال الفترة اللي جاية للتعامل مع المديونية او لضمان على الأقل لتراجع المديونية احنا يمكن احنا يمكن اتكلمنا على هذا الموضوع بالتفصيل وتاني احنا الحمد لله على مدار الست شهور الماضية نزل الدين الخارجي وحضركم اكيد تابعته الأرقام من أكتر من 168 مليار لمية 53 وأعلنت بوضوح شديد ان احنا بنستهدف على مدار التلات سنوات القادمة نزول الدين الإجمالي وهنا بتكلم على الدين سواء بالعملة المحلية او الدين بالعملة الأجنبية وياخد المصاري النزولي ده شيء مهم جدا جدا واحنا كدولة حطين لنا حطين هذه المستهدفات وبتبقى حتقاص سنة بسنة انا مش بكلم بعد تلات سنين لا كل سنة حنبقى مستهدفين رقم قد ايه وده يعني احنا شغالين على هذا الموضوع بالكامل وعندنا الرؤية على هذا الموضوع وبالتالي تاني مرة أخرى احنا بنتحرك على أساس ان يبقى الدين الخارجي تحديدا في الحدود الأمنة تماما احنا الحمد لله زي ما قلت يعني في الحدود الأمنة ولكن عايزين كمان ننزل أكثر في هذا الموضوع ولكن كل الأمر برضو مرة أخرى كل ما الأمور العالمية هتهدأ وكل ما التضخم العالمي بيقل هتبدأ الأمور برضو بتخف علينا حدر حضرتك مثل احنا بعض الديون الدولة الخارجية الدولة مربوطة بسعر فايدة عالمي طيب من سنتين كانت سعر الفايدة واحد واثنين في المية النهاردة وصل إلى خمسة وستة في المية طب ما هو لما يرجع بقى المعدلات العالمية للأمور البسيطة اللي قبل كده حتقل حتى علي فطورة الدين الخارجي اللي أنا بسددها سنويا فالحقيقة هي شبكة معقدة كبيرة بقت موجودة ما فيش دولة شغالة بمعزل لوحدها كله بيتأثر باللي بيحصل في العالم فعشان كده تاني مرة أخرى حتى في هذه الظروف الصعبة اللي احنا موجودين فيها وضعين الخطة بتاعتنا حنقلل الدين بتاعنا ازاي وفي نفس الوقت وده شيء صعب ازاي بتقلل وبتعمل سياسة كماشية في الإنفاق بتاعك كدولة لكن في نفس الوقت عايز اللي اقتصاد بتاعك يفضل يعلم وبالتالي انت عايز تشجع قطاع الخاص عشان كده لما باتكلم على سياسات تحفيزية واستثمار أكتر واتجارة خارجية وكل ده علشان القطاع الخاص هو اللي يطلع ويقود أكثر وأكثر في خلال المرحلة القادمة ناخد آخر سؤال فضل أحمد عيسى بوابط أخبرا اليوم بارح كان فيه اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية حضرتك تحدثت عن كبح التضخم عشان حتى المواطن يبدأ يحس ان فيه نزول في الأسعار الحكومة لتتعامل ينقل إجراءات الحكومة للفترة الجاية وهل ممكن أن يتبع ذلك يكون فيه زيادة في المرتبات الموضوع الثاني فيه زاهرة منتشرة دلوقتي اللي هو ارتفاع أسعار الشواء بسبب ضيوف مصر ازاي الحكومة ممكن تتعامل مع هذا الأمر شكرا لكم تاني هتكلم على التضخم احنا زي ما قلت لحضراتكم هدفنا واضح تماما نهاية 25 بداية 26 ننخفض عن 10% ده الواحد وفي حد ذاته أنا بقولها لحضراتكم حيبدأ يعمل نوع من الاستقرار الكامل والأريحية والراحة لكل الناس بدءا من المواطن البسيط اللي بيشتري السلع بتاعته لغاية حتى المستثمر اللي عايز النهاردة يعمل مشروع كبير وبيبقى بيعتمد على الموضوع الاقتمان من البنوك وكل الكلام ده الأهم ان ده بيقللي فطورة الفوائد اللي أنا بتفحها كحكومة وكخزانة عامة للبنوك النهاردة المخصص لو حضراتكم تشوفوا اللي موجود في الموازنة بسبب ان الفايدة النهاردة سعرها كبير بمجرد ما حتنزل هذه الفايدة حنلاقي ان فطورة الفايدة بتاعت الدين بتاعت مصر بتنزل بصورة كبيرة جدا وبالتالي بتدين المساحة في الحكومة ان أنا أقدر أخذ هذه المخصصات وحطها في مشروعات انتاجية واستثمارية للدولة في خلال الفترة القادمة ده شيء مهم جدا موضوع تاني موضوع اللي حضرتك بتقوله ارتفاع أسعار الشؤة مرة أخرى احنا ما بنتدخلش في هذا الموضوع لأن دي سوق عرض وطلب ولازم نبقى واخدين بلنا من هذا الموضوع يعني الدولة المصرية في وقت ملاوات وده اللي تسبب في أزمة الإسكان اللي عادنا عليها على مدار أربعين وخمسين سنة لما عملت تحكم في الإيجار وعملت الإيجارات في الستينات ده اللي عمل كارثة الإسكان اللي احنا قعدنا فيها واللي الحمد لله قدرنا نتغلب عليها بجزء كبير في خلال العشر سنين اللي فاتت وبالتالي ده سوق عرض وطلب مرة أخرى بأكد إحنا في الظروف يا جماعة غزبا عننا ظروف استثنائية المنطقة كلها مش عايزة أقول اللفظ المنطقة في حالة يعني عدم استقرار وعدم ثبات وظروف صعبة الحمد لله وربنا يدمها علينا نعمة حضراتكم بصوا على الخريطة كده وشوفوا إن مصر هي الدولة الوحيدة اعملوا كده شوفوا كده المحيط من غير ذكر أسماء دول اللي ربنا نعم عليها بإيه بالاستقرار وبالتالي حيبقى كل اللي هما في حالة النهاردة صعبة حلمهم إن هما ييجوا في مكان آمن ومستقر فعشان كده الديوف اللي بيجولنا بيجولنا لأنه خلاص يعني هو لو فضل في بلده مش عايزة أقول من قبيل المبالغة ممكن يموت يفقد حياته بعيدا بقى عن أصوله وحياة وممتلكاته اللي ممكن تكون ضاعت إحنا كدولة زي ما قلت لحضراتكم في هذا الملف عشان ما نعطش نثيره كل شوية مصر قدرها دولة كبيرة في المنطقة ودايما بنتعامل مع اللي بيجولنا إن هما ضيوفنا وأهالينا بس لازم نبقى واخدين بلنا إنها فترة استثنائية هي اللي حكمت إن كل عدد كبير من الدول اللي حوالينا نتيجة للظروف اللي فيها اضطرين مش لقين ملجأ غير مصر وبالتالي كل أملنا مع إن شاء الله الأمور تستقر عدد كبير من هؤلاء مع استقرار الوضع بيرجع بلده هو يعني بيبقى يتمنى إن هو يرجع بلده لكن الظروف اللي بتبقى موجودة بهذا الشأن فعايز بس يعني دايما إن إحنا نبقى واخدين الموضوع بالمنطق المتزن بدون ما إن إحنا نثير يعني كلام كثير إن عدد كبير من الأزمات اللي إحنا فيها بسبب ضيوف الموجودين في مصر ده قدر مصر ولكن الأهم زي ما حضركم وقلتها في شيء مهم جدا زي ما إحنا حريصين على حقوق وإنهم ليهم الحق وموجودين حيبقى عليهم التزامات موجودين هنا جوه مصر حيبقى عليهم التزامات زي ما بيستفيدوا من المزايا اللي بيتعامل اللي بيأخدها المواطن المصري برضو حيبقى عليهم الالتزامات اللي المواطن المصري بيؤديها أنا أشكر حضركم ومنشكرين وإلى اللقاء إن شاء الله الإسبوع القادم